السلام عليكم. بالنسبة للمفهم الحق والعدلة في ثلاثة المحاور. أول محور اسمية الحق بين الطبيع والوضعي. المحور الثاني العدلة كأساس للحق. والمحور الآخر هو العدلة بين الإنصاف والمساوات. المحور الأول بين الطبيع والوضعي. كان ميزه بين جهة الأنواع الحق. كان طبيعي بمعنى جاء من حالة الطبيعة اللي كان يعيش في الإنسان الأول. وكان كذلك الحق الوضعي. ماهو المقصد بالحق الوضعي؟ بمعنى حتى تأتي الدولة وكادم مجموعة من القوانين. قد يقول لي عندي واحد الحق. لذلك كنقوله بأنه حق وضعي بمعنى الدولة اللي وضعته. سوف يكون الحق الطبيعي إلا. كان في حالة الطبيعي. يعني الإنسان في الأول كان يعيش في حالة الطبيعة. هذا الشراء كنا شرحناه من خلال موقف ديال توماس هوبز وكاد الكسبينوزا. بالنسبة للسؤال غيكون على هذا الشكل هذا. على ماذا يتأسس الحق؟ هل على ما هو طبيعي أم على ما هو وضعي تعقودي؟ إمتى الإنسان يحس بأنه عنده واحد الحق؟ وش انطلاقا من حالة الطبيعة بمعنى ما هو طبيعي؟ ولا انطلاقا من الحالة الوضعية بمعنى ما هو وضعي تعقودي؟ سوف يكون هناك. سوف يكون هناك. كنا قد نعلم عليه كاده الكسبينوزا. كنا قد نعلم عليه بجوجة في حالة الطبيعة. وقلنا أنهم يؤمنوا بالتعاقد الاجتماعي. بمعنى يعطرفوا بأن الإنسان عايش في حالة الطبيعة. سوف يقولنا بأن الأصل الحق هو طبيعي، انطلاقا من حالة الطبيعة. سوف يقول لكم إنسان كان في حالة الطبيعة، يعيش في واحد الهيمنة، في واحد الفوضى، ويأكل ضعيف، حرب الكل وديد الكل. لإنسان لا يستطيع التأقلم مع هذه القادية، يقوموا بتعاقد الاجتماعي، يقوموا بأتفاق بالأفراد المجتمع والحاكمهم، لتأسس لنا الدولة، ويقوموا بجموعة من القوانين. وهذه القوانين من النجاو، وتحقق الغاية الدولة بمعنى حقتلين الحرية، وكذلك سير مستقرر في البلاد. غير هو هنا، كانت سألوا للأصل الحق، يعني أول حق حسبه الإنساني، الأصل، الأساس الحق. هنا الحق يقول إنطلاقا من حالة الطبيعة، بمعنى الأساس الحق هو طبيعي. لذلك سبينيوزا وكذلك هوبس عندهم نفس الرأي. بالنسبة للموقف الآخر الذي يعرضهم، هو ديال هانس كيلسون، هذا يقولنا بأن الحق الوضعي، هو الأساس ديال الحق. بما نحتاج إلى الدولة، وقد دينا قوانين، عاد تأتينا الحق ديالنا. يقولنا بأن الحق الطبيعي، مجرد افتراضات معينة للطبيعة الإنسانية. بما الحق الطبيعي، مجرد افتراض، ما أعرفنا ما كانوا لله، ما أعشناه، صافي، وكي أمنغيب الحقوق الوضعية لوضعتها الدولة من خلال قوانين دياله. هذا شيء سهل، هذا فيما يخص محور الأول حق بين الطبيعي والوضع. محور الثاني، اسمت العادلة كأساس للحق. في هذا المحور، سنتسأله، ما يؤسس لنا الآخر؟ ما العادلة؟ هي التي تؤسس الحق؟ بما نحتاج تكون لدينا واحد العادلة. هذا نستفيد من الحق ديالنا، حتى يكون لدينا حقوق، حتى نستفيد من العادلة. بمعنى، لا سبق لنا الحق، بما نقول الحق الطبيعي، وليك أسسنا العادلة. لا سبق لنا العادلة، بما نقول العادلة القانونية، هي لك تؤسسنا الحق. ما المواقف؟ بالنسبة للسؤال، ما علاقة العادلة بالحق، وأيهما أساسه للآخر؟ المواقف، لدينا سبينوزا، يقولنا بأن العادلة هي أساسه للحق. بما نحتك تكون واحد العادلة، وهي قانونية، بما جميع الأفراد ديال المجتمع، خاصهم يتصرفوا وفق القانون، يعني كاملين خاص يتطبق لهم القانون، هذا هو العادل، حسب سبينوزا، إن فوق يتطبق العادل على جميع الأفراد ديال المجتمع، ثم يكون لدينا الحق. ذوك العادلة القانونية، هي التي تضمن الحق للفرد المجتمع، سوف يقولك لا يتحقق العادل، إلا بالعدلة القانونية، التي تفرضها الدولة العادلة، ويخضع لها الفرد، بما أن جميع الناس، خاصهم يكونوا يخدموا بهذه العادلة القانونية، خاص يتطبق عليهم القانون، بنفس الطريقة كاملين، سوف يتطبق عليهم القانون، لا يمكن أن نميزه واحد على الآخر، بالنسبة للموقف الآخر الذي يضده، ديال الشيشرون، هذا الشيشرون هذا، يقولنا الحق هو أساس العادلة، يعني الحق، ولي يؤسسلنا العادلة، وش من الحق هذا؟ هو الحق الطبيعي، بمعنى كينتلق لنا من حالة الطبيعة، يقولنا الإنسان، فاش كان يعيش في حالة الطبيعة، تماك فاش كان الحق، وهذا الحق هذا، هو لي أسسلنا العادلة، ولي خلال الناس، يكونوا متساوين في جميع الحواج، سوف يخوان، ذوك العادلة القانونية، وحدها لا تكفي، العادلة القانونية، اللي قال لنا سبينوزاكي، يقولنا بأن أبو حدارة، ما كفيش، خاص، الحق الطبيعي، هو لي أسسلنا العادلة، وهذا الحق الطبيعي، مرتبط بالإنسان، لأن الإنسان، كائن طبيعي، يعني الأصل دياله، كائن طبيعي، مرتبط بالطبيعة، ذوك هذا فيما يخص موقف الثاني، ديال الشيشرون، ما هو المحوى الآخر، ديال العادلة بين الإنصف والمساوات، والثاني هنا، سوف نرى جوجد الحواج، إما العادلة تحقق لنا المساوات، يعني مني تطبق العادلة تكون المساوات في المجتمع، ولا العادلة تطبق لنا الإنصف، هنا السؤال ديالنا، ما غاية العادلة، هل تحقيق الإنصف أم تحقيق المساوات؟ بالنسبة للموقف الأول، ديال العلن، هذا يقولنا بأن العادلة تحقيق لنا المساوات، ما هو المقصود بالعادلة تحقيق لنا المساوات؟ بمعنى، عندما تكون واحد العادلة في المجتمع، الناس كامين تحسوا بالمساوات، يعني بالتساوي، القانون اللي غادي نتميز به أنا، اللي غا نستفد منه أنا، غا تميز به حتى أنت، أنت غا تستفد منه، كما بتكون المكان الاجتماعي ديالك، كما بتكون طبقة الاجتماعي ديالك، تكون فاقير، ولا غني، تكون خدام، ولا مخدام، تكون عندك واحدة مكانة اجتماعية كبيرة، ولا ما تكونش، را، ضروري العادلة كادمشي في تجاه المساوات، جميع الأفراد ديال مجتمع، غايت تتعاملوا بواحد القانون، صافي، ذوك الحق، هو المساوات عين والعادلة، هي القوانين التي يتساوى أمامها جميع الناس، كيف يقولنا، بغض النظر عن انتمائهم التقافي والجغرافي والسياسي، كيف ما بيكون الانتماء ديالهم، كيف ما بيكون المدينة اللي غادي عيشوا فيها، ولا المستوى التقافي ديالهم، ولا المستوى السياسي ديالهم، يكون بيض ولا أسود، يعني كما بيكون هاد الشخص هذا، غادي يستفد من نفس القانون، أو نفس الحق اللي كيستفد منه واحد اخر، هاد هي العادلة تسعى إلى تحقيق المساوات، بالنسبة الموقف الآخر، ديال ماكشيلر، هاد ماكشيلر، يعني بحالة ضاد أعلن، كيقولك الناس مخصومش يتميزوا بنفس القانون، هنا كيقولنا بأن العادلة تسعى لتحقيق الإنصاف، بمعنى العادلة خاصة تحقيق الإنصاف، بمعنى كيكون واحد تمييز بالأفرد دي المجتمع، هاد عنده واحد المكان اجتماعي، خاصة نعمله بواحد القانون دياله بوحده، اللي متمييز، هلا واحد ما عندهش واحد مكان اجتماعي، هاد غاني، غادي يكون عنده واحد القانون، ليمنصف على حسب الآخر، ليفاقير، صافية، دول مقصود بالإنصاف، تكفي ذلك، قال لكا سيدي بأن المساواة طعيق الاختلاف الفكري، قال لك، لن نجد جميع الناس بالمساواة، ما غا يكونش بواحد تختلاف الفكري بالناس، كلهم غا يكونوا بكل بكل بكل. وغالك خاص، ضروري أن يكونوا واحد لاختلاف الفكري، وتفوت اقتصادي بالأفرد دي المجتمع، لا يمكن أن جميع الناس يكونوا أغنياء لا يمكن أن جميع الناس يكونوا فقراء ضروري واحد الاختلاف هذا هو المقصود بهذا المفهوم الحق والعدالة حاولوا تعودوا هذا الوديوش حامل مرة وغاتفهم إن شاء الله الله يصير للجميع